السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في شرح جديد ومميز على قناة كمتاكنو اندرويد اليوم موضوعنا عن كيفية تغيير الصورة الشخصية وصورة الغلاف في اليوتيوب شرح سهل وبسيط ولا يحتاج الى اي برامج فقط من ضمن متصفح الموجود على جهاز الاندرويد بتمنى انه تبقوا معنا مرحبا بكم من جديد طبعا اكتار منا بدخلوا الى تطبيق اليوتيوب لحتى يغيروا الصورة الشخصية وذلك من هذا المكان قناتك طبعا بيلاحظوا انه اداة تغيير الصورة واداة تغيير الاسم مو موجودة طبعا بيرجع السبب بانه هاي الادات بتكون مختفية لانه نحنا بنكون غيرنا الصورة اكثر من مرة او غيرنا الاسم اكثر من مرة طيب شلون رح نغير الصورة بدون ما ننتظر فترة التسعين ايوم شيء سهل جدا رح نقوم بالتوجه الى متصفح الكروم في جهاز الاندرويد طبعا قبل ما ابدأ الشرح بتمنى انه تدعم قناتي هاي لتصل الى المئة الف مشترك اتمنى اخي ان تكون انت من بين الاشخاص الذين اوصلتني الى المئة الف مشترك طبعا رح ندخل هون في متصفح الكروم الى اليوتيوب طبعا سواء نكتب على البحث او بتكون محفوظة اذا كنا مرة السابقة طبعا رح يفتح معنا اليوتيوب بهذا الشكل رح نقوم بالضغط على الثلاثة نقاط في اعلى الشاشة هاي النقاط رح ننزل الاسفل ونضغط العرض باصدار سطح المكتب هاي اللي شايفينه هاي رح يحول العرض مثل العرض في جهاز الكمبيوتر طبعا رح نتوجه الى يسار الشاشة في الاعلى ونضغط على ايقونة القناة طبعا مملاحظين رح تضغط على قناتك او قناتي حسب ما بتكون مكتوبة طبعا فتح لنا بهذا الشكل هون رح نقوم بالضغط هون على صورة القناة هاي الصورة الشخصية ضغطة واحدة طبعا مطلوب مملاحظين عطانا تعديل رمز القناة ان رمز قناتك مرتبط بحساب جوجل وقد يحتاج طبعا تضغط على تعديل مطلوب مملاحظين اخذنا الى الصفحة يلي رح نختار الصورة هنا نضغط على تحميل الصورة ورح يعطينا خيارات تنزيل الصورة من داخل الجهاز طبعا بعد ما تضغطوا على الصورة من داخل الجهاز رح يعرضها هون على هذا الشكل ورح نقوم بالضغط على الصورة مثلا هاي ضغطة رح يحددنا ياها على هذا الشكل ورح نضغط على تم طبعا بالنسبة لصورة الغلاف رح نضغط بالخلف على صورة الغلاف ضغطة رح يعطينا نفس الشيء طبعا ولكن هون الصورة الغلاف اللي لازم نختارها الى حجم معين لازم نلتزم في طبعا نضغط نفس الامر على تحميل الصورة وندخل الى اي مكان في الهاتف نختار الصورة رح تظهر هنا هون رح نضغط عليها ضغطة طبعا اذا ما كان الحجم مناسب مثل هذا الحجم اللي عرضت لكم على الشاشة ما رح يقبل الصورة طبعا نترى ملحظين هيك قبلها ورح نضغط بعدها على تم وهيك تكون غيرنا الصورة واتمنى ان يكون افادكم الموضوع